حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم السابع عشر من شهر جاري موعدا لانطلاق الجولة السادسة والعشرين لمنافسات دوري الممتاز بعد فترة توقف لارتباط المنتخب الوطني بمباراة فلسطين التجريبية والانتخابات البرلمانية التي ستقام السبت المقبل وقال عضو لجنة المسابقات صادق عبدالحسين قال إن لجنة المسابقات وضعت في حساباتها ارتباط فريق القوة الجوية بإياب نصف نهائي كاس الاتحاد الأسيوي أمام العهد اللبناني في بيروت مؤكدا أن اللجنة ستزدر قائمة تضم مواعيد الجولة بشكل كامل وتتضمن التوقيتات والملاعب التي ستحتضن مباريات الجولة